اشتركوا في القناة ويحظات كما تشاهدون مع سبع الآن في المركز الأول وكذلك باب الخير في المركز الثاني والمحاولة تأتي أيضا لمترف في المركز الثالث وأشاهد كذلك المحاولات تأتي من البقية تباعا في هذا الشوت في محاولة أيضا للظفر في المركز الأول والخروج من هذه الفئة فيها الخيل التي لم تربح في أول الأشواط في الحفل التاسع والخمسين لازالت الصدارة والامساك بالصدارة لسبعالي فهد مساعد فهد بن غشيان مع نايف العنزي في مقدمة الجهاد المشاركة معنا في هذا الشوت باب الخير في المركز الثاني المركز الثالث لمترف والمركز الرابع أيضا المحاولات تأتي كذلك أشاهدها لرمهان في هذه اللحظة مع محاولة للتقدم في هذه اللحظات على ما يبدو في هذه اللحظة لستة عشر تريفلا في محاولة أيضا لخطف المركز الأول انتهازية تأتي في المركز الرابع أو الخامس في هذه اللحظة مع المحاولات المستمرة والمستميتة في نفس الوقت لنعمل عزل التقدم في هذه اللحظات في جانب من هذا السباق بلابل أيضا تحاول كما تشاهدون في المركز السادس في هذه اللحظات مع الاغتراب من المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظة وسبعة لازالت في المقدمة مع محاولات مستمرة لبقية الجهاد المشاركة في هذا الشوت المحاولات تأتي لباب الخير الآن في التقدم في هذه اللحظة للمركز الأول لازالت سبعة في المركز الأول مع محاولات من نايف العنزي للحفاظ على المركز الأول انتهازية تأتي في المركز الثاني في هذه اللحظة الثالث في هذه اللحظة المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم الانفراد بالصدارة في هذه اللحظات لباب الخير في محاولة أيضا للانفراد بالصدارة والتنافس على شد في هذه اللحظات مع محاولة من بلابل الآن تأتي من الخارج لمركز الأول بكل قوة بلاب تأتي وباب الخير يحافظ بلاب الباب الخير المركز الأول بلاب المركز الثاني المركز الثالث الانتهازية والرابع على ما يبدو لشملال